مشاهدين في كل مكان أحلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج نبن بلدنا ومن أحداث البرنامج تسليط الضوء على كل شخصية استطاع أن يقدم إنجاز للدولة وسعيدة جداً أن يكون معي داخل الاستوديو واحد من الشخصيات التي استطاع أن ينال ثقة الرئيس التمهورية وتم تعيينه للمرغة الثانية في نفس الوظيفة كمدير عام لشركة نيل البترول أو المشهورة لشركة نايل بيت شركة نايل بيت بدولة جنوب السودان تعتبر المجرد الرئيسي لحقول دولة جنوب السودان وتطوير التعاون الفني في مجال النفط إذن ضيفنا السيد دكتور شر أحنا بك شكراً رانيا وعبرك بحي جمهور حياة جنوب السودان للبتر وبصفة خاصة جمهور التلفزيون الغومي لجمهورية جنوب السودان قبل ما نخش في حوارنا عندنا تقرير بسيط شهر المبات ولجع نواسط تاني إذن عزيزي نشاهد التقرير ونرجع لكم تاني منصر ندرسي لنا نحكم على أحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المنزل لك ترجمة 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 لا تريد أن تحصل ترجمة 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 هذا الثاني ترجمة 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 مرة أخرى مرة أخرى ولكن يكون مرة أخرى إلى أنه تكون نقلوا مرة أخرى بل مرة أخرى؟ ؟ بل Kurdنال المتبلوحة فكرة المرة أخرى يوجد تقلوا مرة أخرى الجنة تبديو أكبر مغلومونونون يقولون سلاح سنقلوا خداية لأ Berربما أعطينا لا يفعلها نفسه نفسه ونحن نفسه ونحن نفسه ونحن نفسه انه مبارد حوله ونحن يقولون ونحن نفسه ومع ايضاً من هذا المنزل. كلما تخبركم أنه هو المنزل السودان ومع ايضاً من المنزل. إنه مهشة من مجرد. وإذا كنت لا تشعر ذلك، فأخذك ورأيك وقفوا ما أنك تكون مجردين ل هذا المنزل. مشاهدين في كل مكان أحلم بكم من جديد. وأذكركم أنه ضيفنا في برنامج نبني بلدنا. دكتور شول مدير عام لشركة نايتبت. دكتور قبل أن نتدي تعليق على الاستغبال الكبير، عايزين نبذة تعرفية عن دكتور شول مراحل التدورج لحد ما وصلت مدير عام لشركة نايتبت. شكراً مرة تانية رانية. أنا شولدين طونا بيل من ولاية عالي النيل محافظة باليوت. درسته من مراهل الدراسية في البندرة الابتدائية ملكال. الرنج الاثنين الابتدائية. أبو عنجة المتوسطة أم درمان. موس الدو خجوج سانوية أم درمان. ثم جامعة الخرطوم كلنا الحندسة. قسم الحندسة المدنية. وتخرجته من جامعة الخرطوم. ثم عملته بالعديد من المشروعات في السودان. بدءاً من المؤسسة المؤسسة العمال الري. لبناء مشروع سندس الزراعي. مشهد نهر النيل. اشتغلت برضه في العبيدية. الدامر. بعد ذاك مشهد الساد مروي. ورجعت عملنا سدود بتاعت الجنوب هنا. فولا شكر الله كي بدن. بعد ذاك مشهد الماجستير عام 2007. عام 2010 بدأت الدكتوراه. وخلصت في عام 2014. باختصار المراهل الدراسية. وعملت الدكتوراه في الهندسة البيئية. نحن بيك دكتور. قبل شوية شاحتنا التقرير. يعني انت علغك شنو؟ بالنسبة للإستقبال. يعني احنا شفنا الاستقبال كان كيف. كلا اوصف لنا شعورك. والان هو يعني. الاستقبال كان الاستقبال حافل. واساسا العدد المرجع. واندس شوية لانه مشينا يتأخرنا في. رئاسة الجمهورية. عشان نمشي نشيل الغرار بتاع التعيين. فكان قالوا لي انه. الصباح ما كان فيه حتى موتى غدم. في نايل بيت. لانه الوقت داك الشمش كانت حرة شديد. فبعض الناس قاموا مشهم. فالإحساس كان احساس ذول العيد. لبيته بعد غيابه كده. لانه يعني نايل بيت انه بديت كمدير. وبجيد مدير عام. وبجيد مانجين داركتا. حتى بعد ذاك. رجعت كمدير تنفيذ للمرة التانية. فحتى في الاستقبال يعني كل الوجوه كانت. يعني مألوفة بنسبة لي. وإحساس ذول العيد لبيته. فما كان فيه يعني احساس بغرابة كده. كان فيه فرحة. وطيب ما هي الاختلاف بين المرحلة والسابق. لتوليك منسبة مديرة العام لمرة الثانية. وانت حدوشهم في المرحلة. وانت هو الاختلاف كفيف. وكبير في ذات الوقت. لو تذكر رانيا في 2017 لمنجين لأول مرة. كانت فيه مشاكل كبيرة جدا جدا في الغطاعة. يعني الناس كانت بتجيه ثلاثة يوم. ما في وقود. بخلوه العربات في المحطات بتاعت الوقود. فانحنا جينا بعمل ممنهج. يعني رفعنا الدعم وخلينا كل زول يمشي. يلقى الجاس بالسعر الرسمي. ودعمنا العربات اللي بتشيل ساعات كبيرة عربات المواصلات. لانا قلنا انا ما ممكن ادعم الوقود للفنادق. واخلي المواطني يمشي بكرعيوه. لازم انحنا ندعم الجاس اللي بمشي. للعربات زي ناس بونغباس. وناس امتوم كده. وده حاجة نحنا عملناو. فدي كانت المشاكل بتاعت المرة الاولى. وانحنا كنايل بيد ما كان لدينا أسات. ما عندنا يعني حاجات مملوكة لنايل بيد. عشان نحنا نقدر نمش نشيل لون. فدلقالاني اجي افكر في الهتة بتاعت. لازم نكمل القروس بتاعت. لازم نعمل مبنى لنايل بيد. لازم انحنا نكون عندنا حفارات. لازم انحنا نحفر. لازم انكون لنا برنامج بتاعت. انحنا نستبدل الاجانب. باولو عام 2027. يكون هناك تدريب. لازم انحنا نشيد للموظفين. مفيد. ونعمل مشروعات جديدة فكان يعني بالنسبة ليه معالية المشاكل أسعر النفط على مستوى العالم وصل ال32 كأعلى مستوى لبرميل الواحد الخام طيب ليه لحنا ما شايفونه قالي نعكس للمواطنين أو على المستوى المعيشة أو على المستوى المعيشة عخر مرة أنا كتب المكتب البرميل كان 31 في شهر 9.2020 هوا فوق ال82 لكن لو تذكر رانيا النفط ما بينعكس لانه عندنا التزامات مع دول الجوار مثلا السودان كان فيه هاجة يسمى الفينانشال ترانسيشنال تارينشال ريجمن تي اف اي جنوب السودان كدولة بعد ما نالذ الاستغلال المجتمع الدولي الضغط في انه لأنه يجب أن نعود إلى السودان لأنه كل النفط يأتي إلى السودان فنحن ندفع ثلاثة مليار ومائتين مليون لسودان هذا يجب أن يدفع فيه فهذا يجب أن ندفع كبير جدا جدا من الجروس بنا فنحن ندفع الفيز أو الحاجات بطاعة رسوم العبور ورسوم المعالجة وليس بالنسبة للأسعار العالمية يعني عالية جدا بين السودان وجنوبة السودان فهذا جزء كبير جدا من الدخل النفط يعني نحن نكمل كجنوبة السودان ننتهي من ثلاثة مليار ومائتين وهذا شيء قويس بالنسبة للدولة لكن الدولة شغال في أنها تطور الغطاعات المالية الأخرى مثل الرسوم غير البترولية أو المداخيل غير البترولية فهذا كونت لجنة واللجنة دي قاعد تمشي للهدود هم مشو زارة ويل زارة ورن زارة ونوملي ماشو كايا فالدولة شغالة بشكل جاد عشان تنوع المصفى بتاعت بنتيو طبعا المصفى يشتغلت لكن عندنا الهتة بتاعت الوصول بتاعت المشتقات البترولية للسوق عندنا الطرق طبعا طرق موسمية فعشان تجي انت من ولاية الوحدة أو من روين من إدارية روين لجوبة شوية ضعب فنحنا كنا مفكرين في الخيار بتاع انو يجيبو بالبحر لكن البحر في بوهير الدنو ومانغة في 30 كيلومتر فيو 6 كيلومتر لازم يعملوا لازالة بتاعت الاطماء عشان البواخر تمشي وتشيل الحاجة دي وده الكلام لانكو تخليتوا لباشمعاني سبورين انو يشتغل فيو لانو تكلفوا تاعت الحاجة دي 6 مليون وكمان اتكلمنا معنا السفارة المصرية على انو يعملوا لازالة بتاعت الاطماء ده لانو عندهم الاليات بتاعتهم في بنتيو ده لو يتعمل يا راني اضمن ليكي انو الفيرنس والجاز هيجوا من المصفاء اللي يجوبها وسعير الكهرباء في محطة بتاعت ازراء يعني ممكن ينخفض بين نص فده الهاجة الاصل نحن شغالين فيها انو ريفاينري هو ريفاينري في المصفاء في نفسها يمكتم له شغالة انو احنا بنشتغل مع الشركة في جيبو وزارة البترول وزارة مالية والسفارة المصرية انو يعني يعمل له ازالة بتاعت الاطماء في المجرى النهري ده وبالتالي الانسياب بتاعت المشتقات ديها تحصل في اقرب اوكي الممكن نعم يعني شركة حكومية والحكومة كلها واحدة كونو نايلبت بتنتمي للجاح الفلانية او الجاح الفلانية دي ما المشكلة المشكلة الحاجة الموجودة اصلا انو نايلبت مؤسسة حكومية وانحنا عندنا تعاون وثيق جدا جدا تعاون فني مع وزارة البترول لانو وجهة البترول يعني diy dheedal policy maker ده الجحة المشرفة على غطاء النفط وكله فوزارة البترول فا طمعا وزارة حكومية فنحنا سويا ابنتمي لهكومة الجمهوريي الجنوب السودان او نايلبت حكومة في اقرب campaign او نايلبت دي هو من التي اتحرق مع الشركة الاجانب لانو نحنا شريكة الوطنية فبالتالي عندنا هو إشراف من رئاسة الجمهورية على نالبان يعني رئيس مجلس الإدارة عبر رئاسة مجلس الإدارة لكن هو وزير رئاسة الجمهورية هو شخص واحد لكن معه ثاني زي 13 نفر من قطاعات مختلفة حتى القطاع الخاص ممثل في مجلس إدارة نالبان ومجلس الإدارة هي الجهة السيادية بالنسبة لنابان هي بتغرر فالتبعية بتعادنا رئاسة الجمهورية تبعية بتعاد اسم لكن كل الحاجات بتدار عبر مجلس الإدارة وعندنا يعني الغانون الموسيز لنابان هو واضح عندنا الغانون بتاعذ 2019 ده الغانون البنزم شغول لنابان عبر مجلس الإدارة وما رئاسة الجمهورية إذن ديبتور خلالنا مش نطلع نشوف الإفادات ونرجع تعني أنا جوزف مكوركاو مدير شركة مرول للاستثمار العام وأنا برحب بوجودكم برحب باستضاعاتكم في محلنا السانح وهو تحت الشجرة حقاتنا الباردة دي مع الأجواء الخريفية لجنوب السودان بالنسبة للموضوع كأنه دكتور شول سيقدم الشركة الوطنية نايل بيت للمواطنين جنوب السودان أنا أتمنى أنه من دكتور شول يمشي على خطة ترتيب المدر القباله بعد ذلك يضيف إنجازات تكون موجودة أنا متأكد على يغين تمام أنه الشركة الوطنية لجنوب السودانة اللي هي نايل بيت عندها خطط موجودة عندها مشاريع موجودة المشاريع دي في غيظة التنفيذ يعني أي مشروع أخفق فوق المدير القبله أو المدير العام لإدارة نايل بيت يحاول أنه ينفس الخطط اللي يعني بتكون موجودة وأنا على يغين تمام أنه دكتور شول زادت وعنده الغدرة بتاعة إضافة بتاعة زيادة المشاريع فعلى المشاريع الملموسة هو عندنا المبنى الكبير لشركة نايل بيت الوطنية ورغم ذلك أنه الشركة بتاعة نايل بيت الوطنية هي عبارة عن شركة خدمية قبل أن تبغي شركة ربحية فيخط الحائد في اعتباره أنا متأكد أنه دكتور شول حيواجه تحديات كثيرة وأنا من نصحته للأخذ دكتور شول وعندنا سابق معرفة من قبل ذلك بنصح الهيكل اللي دار في داخل الشركة يهو الأساس للنجاح المشاريع اللي بتكون موجودة دايماً ما عاوزين نخش في تفاصيل الشغل الداخلي لكن من يتمنى له أنه يقدم المشاريع عندنا مشاريع الطرق عندنا مشاريع بتاع الغاز عندنا مشاريع بتاع المباني عندنا مشاريع بتاع توظيف قوادر فحيقدموا أي إدارة بتبدأ بالكوادر البشرية اللي بتكون موجودة أنا بتمنى من دكتور شول أنه يخد كل رجل مناسب كادر مناسب عامل مناسب موظف مناسب في محلاته نحن نتمنى له كل الخير وأنه يتقدم لجنوب السودان بأفضل ما فيه كفايته بأفضل ما فيه المشاريع لأنه نايل باته الشركة الوحيدة الوطنية اللي بيقد معروفة لجنوب السودان نتمنى له كل خير والتوفيق أنا اسمي نوردين أكواج صراحانا رأي مغاير في الحدثة تماما المسألة ما مسألة دكتور شول بس المسألة 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 كل مرة نحن نجيب دكتور شول مرة جاي نجيب بولرين ده ما إشكالية ما عندنا الشكل أنه الدكتور شول ممكن يعمل حاجة أو يغير حاجة أو غيره أي زول ممكن يشتغل لكن المسألة في اللوبي اللي بيقعده يجيبه زول يجي مربط غوطات وبعد بكرة يجي اللوبي تاني يحاول يغير زول أنا بشوف ده رأي وده الإشكالية الحاصلة أصلا مش في نايل فيروبان يمكن في كل قطاعات بتاعت الدولة يعني هنا من الانفصال اللي بدينا من الانفصال يعني كمية من الغرارات ويغيروا في ناس لكن ما في تغير قاد يحصل يعني كل حما الناس يجيبوا فلان وإحنا شلت فلان يجيب علان فده الإشكالية هنا شكرا راني أنا يعني لو بدينا بكمرار جوزيف وزكر حاجات مهمة جدا جدا وهي المسألة بتاعت المواصلة في المشروعات اللي سأغير التنفيذ وهو بقول أنه نحن لازم نكمل المشروعات دي ونزيد المشروعات دي وأدى مثل أنه الرئاسة بتاعت الشركة واحد من الأمثلة أنه لازم يكمل وده بنال يعني الأولوية عندنا في السياسة بتاعتنا لأنه أنا لما رجحت قبل ما نمشي المبنى حتى نحن عملنا يعني اجتماع بتاعت دار النيل بيت والاجتماع دا تم بعد 13 شهر يعني طيلة غيابة في المؤسسة ما كان في اجتماع بين المدرى العامين والمدرى مع المدير التنفيذي الكلام دا جينا عملناه وأكدنا أنه هنمشي ننفذ يعني أولويتنا طول ما رئاسة الشركة الجديد والمسفا وكل المشاريع اللي هي أصلا ذات عائل زي الحفارات لأنها هي بتدخل للشركة هو ذكر كلام مهم جدا إنه لا بد إنه ننظر للحيكل الإداري للشركة وده المسألة أصلا أنه نحن كونا لجنتين لجنة مالية عشان تنظر في الحاجات المالية وفي لجنة مقتصة بالإشعار أو الإدارة الشيون الأفراد فالليجان دي حترفها تغاريرة وترجع علينا ذكر برضو المسألة بتاعة الغاز والتوظيف دي كل هاجات يعني أولوية نوردينة كوج هو ذكر كلام بتاع إنه في تغييرات قاعد تحصل وده طبعا على مستوى الغيادة إنه ما عندنا ألام فيه لأنه الغيادة عندها الحق في إنه تجيب الكادر المناسب في الوقت المناسب والمسألة بتاعة المحاسبة برجع بترجع للغيادة وردو نحن نشكر على رأيه إنه عنده رأي مغاير مشكلة الغاز نحن نحن نقلل الغاز يعني الغطاء الجائر للأشجار عشان يعمل الفحم لازم نقلل من الكلام لأنه ممكن يؤدي لتصحر في البلد وإنه عندنا مشاكل كتيرة بتاعة تغيير المناق كده ففلسفة نحن نقامل على إنه لازم نعمل يعني نجيب غاز ونشجع الناس حتى النسوان اللي بيعملوا زلابيع يستخدموا الغاز يكون عندهم أنابيب صغيرة فأنا لو مذكرة قبل ما أمشي أنه نحن جيبنا 4300 عنبوبة بتاعة من ساعات كبيرة لغايد ساعات صغيرة عندنا لدينا مشكلة في التسويق لكن الأنابيب كفاية ونحن نجيب غاز كفاية وعندنا مستوضع بتاعة الغاز موجود هنا في جنوب جوبا فالدعاية ما تمت بالشكل المناسب ومعظم الناس ما عارف أنه في غاز بتاع نايل بات برضو مسالة الوكالة يعني بعد ما جيبنا الأنابيب قلنا هنجيب هنعمل وكالة في قدالي في خور ويليوم في طومبين في كل المناطق في جوبا هنا على السنو نوعي الناس ما نحن يا حكومية ومن مصلحتنا إنه غاباتنا ما يعني ما يتم تدميرها فعشان كده لابد إنه نحن نعمل دعاية عشان كل أسرة تعرف والغاز بتاع نايل بات الهن يعني أرخص غاز في السوق دو واحد برضو من المشاكل اللي عندنا إنه نحن يعني لسه ندعم الغاز ونحن ندعم لانه عندنا فلسفة وراء الكلام ده إنه المواطن بيحصل نحن دارين يعني المرحلة جاية في إنه نزيد حتى الأنابيب تكون في الأنابيب للفنادق ساعات كبيرة والمطاعم الكبيرة لدي على سن هم يستخدمون في الأنابيب المنازل دي هل هي 12 ونص كيجي كيلو جرام وفي الأنابيب الصغيرة للشاي والناز بالزلابية والمسوان الشغالات في السوق لشجع كل زول ويستخدم الغاز لأن مشروع وطني أكثر مما يكون حاجة للربح كده البترون واحد من المسببات الإحباب الحضاري ما هي الخطوات البديلة أو الخيارات للمشكلة الحضاري ولو نظرت لجنوب السودان المشكلة الحاصلة في جنوب السودان حاليا المنطقة بتاعد السدود في إمبعاث لغاز بتاعة الميثان ده أكثر من البترون نفسه فإنحنا يعني مشكلة الاحتباس الحراري مشكلة جاية من الطبيعة وفي نفس الوقت إسهام الإنسان طبعا أكبر فيه جنوب السودان بيقلوا من المصانع تماما يعني إسهامنا ذاته في أول أكسيد الكربون اللي هو يعدي لإنتساع الصغب الأوزون وكل الغازات اللي هو الغاز إسهامنا يعني كان لا يذكر لكن بنسبة لنا أن إحنا كمان في جنوب السودان عندنا بدائل في المجالات الطاقة البديلة أو الطاقة الخضراء وعدي من الحاجات ده للشمش أن إحنا ممكن نستخدم الصلة عندنا برضو في هتات زي ناس موية سخن ده هتات أن إحنا ممكن نستخدم أجه يسمى الهوى جوثيرمال السخان الجاي من باطن الأرض أن إحنا ممكن نستخدم في أن نجيب توربينات بتشتغل هذه الحاجة لكن البترول المشكلة الأساسية في البترول في جنوب السودان هو المسألة بتاعة حرق الغاز عندنا مشروع بتاعة أنه أن نشيل الغاز الجاي مع البترول ونستخدم في توليد القحربة وفي نفس الوقت أن نشيل سانوكسيد الكربون نبيعه لإسافريكا عشان هما ينتجوا المشروبات الغازية فجنوب السودان عنده خطة والغوانين بتاعة حرارية مثل البترولم آكت 2012 بقول أنه ما يتم حرق للغاز فهذا فيه مستثمرين جايين يشتغل في المجال هذا احتباس الحراري ومشاكل في جنوب السودان هي مشاكل ممكن تحل لأنه نحن عارفين الحتة جاي فيها المشكلة عارفين طاغات البديلة وبس المسألة بتاعة إنه نجزل مستثمرين يستثمرين مخلفات المخلفات تمن أخطر الأشياء نعم حال أنتو حذبتوا منطلة معين منطقة تحطوا فيهم المخلفات لشياء لا يؤثر على زكان المنطقة أحيان لا يوجد مخلفات بالمعنى الشائع لا يوجد نحن لا يوجد مشفى شغال في المناطق الإنتاج وهي تأتي مخلفات نحن كل البترول نصدره لدينا مشكلة الموية طالعة مع البترول وأصلا في شركة جابوا على سنة تعالج الموية مشكلة الموية إنه مالها زيادة يعني عناصر يعني الهيب يعني الهيبي متل وديب تعالج وتم reinjection يعني تم حقن الموية لل 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 رزور تاري فالشركة تحسي حتجي وتعمل معالج للموية وترجع الوطاء أو تعالج جزو تحقل والجزو الآخر يتم في رش الأشجار ويحمل زي غابات يعني يستخدم فيها الموية دي لرش متى الحاجة في الكيميكالز تستخدم في الكيمويات المستخدمة في استراج البترول يتم حصرها إذا مدتها انتهت في شركة كلفت كان إنها تشيل الحاجات وتمش توديها في هتات يتم التخلص عنها يعني في محل في يوغاندا مشهورين بالمسالة دي فالشركة تشغال مع وزارة النفط على سينا تشيل الحاجات وتمش تودها لانتين تخلص منها بشكل آمن تشغال تشغال في مجال النفط تشغال تشغال السبب الأساسي في التنظر البيئة الحس في مناطق النات المترول في النفط نجوم النفط زحر فيه مشاكل كثير يعني بوسد على مرحلة إنه يتأثر على الإنسان والحروا مع بعض الإنسان إنه لديه التكمال في إجهادات وفي أطفال وردو مشوهين وعالميا مفروض إنه أي منطقة تنكي البترول مفروض يحاول أصحاب المنطقة الأصليين يعمل لهم حاجة زي مدمع سكني يقوم بمواصفات لأنهم أصحاب المنطقة طيب الحاجة دي ما حصل لا يحسي المشاكل اللي حصل والله راني لو رجحت لتاريخ السراج البترول في السودان قبل ما جنوب السودان يأخذ استغلاله الحكومة طبعا ما احتمت بالمسألة بالإعادة الريلوكيشن يشيلوا الناس اللي ودوهم في هيتاد آمن بل هم قالوا إنه المناطق دي ما بتنتمي لأي زول وجابنا سرطة عسكرية وهموا لإخلاق غسري للناس والشركات جاءت واشتغلت فإنه ورثنا المشاكل دي من السودان ابتداعا يعني كل التراكمات من 1999 لغايد ما جنوب السودان كان يستغل في 2011 رقريب الـ 12 سنة ورزنا المشكلة دي بل إحنا ذاتنا يعني ما تمينا سنتين وقامت الحرب في الوكيد داك وفي مناطق أصلا تم إخلاع يعني زي زي يونيتي وروين إدارية روين كانت تم إخلاعها فكل الحاجات التي حصلت في زمن بتاعت الحرب لم يكن في زول موجود على الأرض لكي يعمل هذه المعالجات الأخرى التي تمر هي من اقتصاصات وزارة النفط وزارة النفط عندها مع الشركات المنتجة طبعا نالفط لم يعمل في الفيل لكن وزارة النفط كان تعالج هذه تروح حاجة سمة المسؤولية الاجتماعية Community Development فهما عندهم مشروعات بتاعت Community Development بس لما الحرب قامت الانتاج زعته نقص من 270 لحاجة بتاعة 120 الليلة دا 106 فبكت المداخيل من مبيعات النفط ما كافي لأنه حتى الميزانية بتاعت المسؤولية الاجتماعية نقصت كتير جدا جدا دا من دبن الحاجات التي يعمل بها الحاجة دي لكن دائما الحاجة تحصل في طور البداية يعني مما يبدو الشغل النفط مفروض كان يعمل اقلال الناس دي ويودهم لك حكومة السودان اهن زاك ما كانت عندها اي نية فينا تقدم المواطنين دي فرسنا المشكلة دي وقامت حريب والناس بقت مركزة في الهتة بتاعت الحرب وما قدرت تناول الحاجة الناس والحكومة شغال في الهتة بتاعت انه لابد انه يعالج كل الاشكالات دي مع الشركة وعشان كان انت بتسمع يهس في كلام كتير انه لازم يعمل الحكومة دائرة تعمل الحاجة يسمى environmental audit يعني احنا نشوف شنو المشا غلط في البيئة وبعد دائرة معالجتها حشان يلزم الشركات تدفع على السن يعالج البيئة ده واحد من الحاجات في cost recovery audit يعني في الناس دي جاب استزمار بتعم هما رجعوا جزء من الاستزمار وليس بقول انه استزمار ليس كتير الحكومة قاعدت تقول دعم المراجعة للقروش التي قدرت تشغيلها والقروش الاسلام مفروض ترجع للحكومة فهذه القروش الحكومة تستخدمها لمعالجة التشوهات وهي التشوهات مفروضة يعني الحكومة جاد لقيتها وهي كبيرة طيب هل مرة انتو مشهر كلمت مسحاب المنطلة بين احتمال يكون في تغيير مثلا بإنه الحلوم لكن الوزارة شغال مع كل الناس الموجود في المنطقة وهي تعرف أنه 3% مخصص للمناطق المنتجة وفي 2% للولاية المنتجة ثلاثة في مية يوزع للمحافظات المنتجة وفي 2% يمشي لجزء من التعويض وهذه الحاجات التي تستخدم في إعادة التوطين بتاع الناس لمناطق آمنة والحكومة تدفع هذه الحرب وخفاض الانتاج المداخل تدفع لسودان 3 مليار ومتين وهي جدًا جدًا الحكومة لدي التزامات كثيرة لكن بعد كل جزء من المناطق المنتجة العملين في المجال المنطقة في تمييز بين العمل المتنى والعمل الأجنبي يعني في شكاوة كثيرة بإنه بيحتموا بالعمل الأجني بأكتر من العمل الوطني حدف يعني مثلا في دوفير حماية ديم والمرتبات ومشي برضو ده شيء طبعا من اقتصاص هذا الوزارة وممكن يسألوا عنها وزارة النفط لكن أنا ممكن أتكلم من من منظور الشركة لأن نحن شريك الوطني في الغانون الذي ينظم العمالة أصلا نص على أن القروش الذي يصرف على العمل الوطني شوية ولا يجب أن القروش يزال يعني طبعا لا يكون نفس الغدر بتاع الخبر الأجان بالوجه يشتغل لكن نحن نقول أن عامل جنوبي يشتغل عشرة سنة من الاستغلال يشتغل ويشتغل ويشتغل لأنه يدفع لهذه الخبر يعني العجنبي إذا يصرف 10 ألف يجب الجنوبي الشغال في نفس الموقع ويعمل نفس العمل ممكن يدو مثلا سبعة أو ستة فدى الكلام تأوزارة النفط لسه الكلام ده يلغى مغاومة من المستثمرين الأجانب اللي هم شغالين في حقول النفط الثلاثة التي في بلوج في وفي ترجاب لكن الوزارة عبر مجلس الوزارة هم أزروا غرار أنه لا يزيد القروس العمال الوطنين لكن هم مواقف نويت أنا ما بعرف لأن هذه سنة وشهر أنا ما كنت متابع الحاصل لكن بعرف أنه هناك غانون موجود غانون ثاني منزم المكون الوطني أو المكون المحلي أنه الشركات المحلية لابد أن يعني دعو عقودات في النفط لأنهم كمان لما نلقوا جوش بينعكس على الاقتصاد الوطني وفي تدوير العملة الصعبة داخل الاقتصاد في جنوب السودان وليس ياسا وزارة النفط شغالة فيها وهم قطعوا وأشواط وبرضو الشركة الأجانية بغاوم لكن الوزارة والحكومة شغالة في اهتدنها وزارة النفط لأن الناس يجب أن يدوم بغاوم كيف يمكن الشركات تستفيل من طرق الشركات العامة في مجال المجال المجال وخريج وعند المحيط في لغة السودان ومجال لا والله سؤال جيد راني احنا يعني كنال بيت عند طبعا في كل مربع جديد يجي شريك نحن نكون شريك الوطني فنحن نعمل وزارة النفط لأنه نجزب مزيد من السمارات العنبي لأنه 21 مربع فاضي ممكن أي شركة تجي وتكون شريك لنا الباب يعني لو رجعت بيك لورا كيدا تلاذا أربع سنة يعني احنا عندنا أورنتو هم الناس الشال مربع بيتو في الهتب تالي و يرول في مربع بي ون أصلا جون جنوب أفريقيا أخذوا ناز ال strategic fuel fund ونالباد دخل شريك فنحنا نعمل لأنه يجو ناس مستثمرين جدا ويجي شيلوا المربعات الجديدة ويخشوا في شراكة مع نالباد فنالباد في الهتة هو الشريك الوطني الأصلا بيشجع المستثمرين أنهم يجو ونحنا مش وقفنا على كده لقينا مية فرصة للتدريب بتاع المهندسين والجيولوجين في جنوب أفريقيا أنا قبل ما أمشي من المكتب كتبت لناس أرامكو الشركة السعودية الكبيرة على سن هم يوفروا تدريب للمهندسي جنوب السودان وطلبت منهم بالعدد مية وهم ردوا أنهم مستعدين يدوا مية فرصة تدريب رجعت من دولة غطر مؤخرا وكان يخشون في الشركات في جنوب السودان في مجال النفط في ناس مثل وزارة الزراكة ووزارة التجارة وزارة السسمار ووزارة الخارجية فنحن نشغالين في حتة تعالين هذه الشركات العالمية الكبيرة لازم تجي لجنوب السودان وتستمر في مجال النفط وعشان العاية يرجع للإنسان بتاع جنوب السودان وبرضو يقول لك 10% من جنوب السودان هو تم مسحو للنفط لكن 10% لسه فجنوب السودان دولة غنية بالنفط ونحن نشجع الناس في مجال النفط والمعادن يستمر في جنوب السودان دكتور زمن نقطاك عايزين نشوف الخطط المستقبلية الشيمر الخطط المستقبلية أول حاجة زي ما ذكرت قبيل إنه سنة 27 2027 المستثمرين في بلوج هيمشو فنحن كالشركة ممثلة لجمهورية جنوب السودان قاعدين نجاهز الكادر الوطني في إنه يكون جاهز بهلو 2027 عشان نحن سوري عشان نحن يعني نكون المسؤولين من الشغل بتاع الشركة والبنطقة دي كلها حيكون الكادر الوطني يهو شغال هناك السودانين عملوه وهم هسي يعني النفط بتاع السودان كله يعني بيدار بواسط السودانين يعني نحن دير نسأل المرحل دي يلا نحن عملنا شنو عشان نسأل لسنة 27 عام 2018 عملنا يعني سكرين لـ 80 مهندس و جولوجي خارجيين جودات عشان نختار عشرة في سبع مجالات وننهر سلنام لشركة إشلومجية عشان يدربون في الإمارات العربية المتحدة عملوا ستة شهور جي عملوا ثلاثة شهور هنا في الفيل ثلاثة شهور في جوبا ورسلنام لستة شهور في جنوة أفريقية يعني سنة ومص فانين حانوواصل في إنو نشيل الجزء الثاني منهم والجزء الثالث والرابع على السنو بهولو العام سبع عشرين نكون عندنا أقل حاجة خمسين من الناس اللي كونو جحزين عندنا نبرنامج يتعال تدريب للناس الشغالين أصلا ودالكلام اللي نغتاليك جبال عرام وجنوبة افريقية إنو يدونا مية فرصة هنا ومية وفرصة هناك على السنو يشوفوا يعني الغاب في العلم هم واصلين وين وشنون ناقص نرسلهم للتدريب في المجالات بتاعتهم يعني كل زول إنو مجال عمل يمشي فيه لغاية سنة 27 هو يكون مصول من الحاجة دي واحدة من الخطط بعد إحنا عندنا شركات منضوية تحت نيل بات زي ساي بات زي نيل دريلين نيل دلتا يعني إحنا نعمل مع وزارة البترول إنو نقوي الشركات دي فنيا وماديا عدد السنة هم بيحلوا لسنة 27 يكونوا جحزين ويشيلوا الشغل مش كده وبس يمشوا يسجلوا في يوغندا وتنزانيا عشان فيها استكشافات جديدة ويكونوا شركات عالمية فلما نكونوا قويين بوفروا خرص عمل كده نحن عندنا برضو المجال بتاع المصافي دارنا زيد المصافي ونصدر لإثيوبيا ولسودان عندنا برضو الغطة بتاعدي انه عندنا مستودعات على كامل الغطة عشان كل ذول في محل الهو قاعد فيه يعني يلقى المشتغات البترولية ونستثمر برضو في مدال الكهرباء لانه المصافي دي هتجي فرنس ونعمل يعني نستثمر في الكهرباء ممكن نستثمر في أول نستثمر في رنبيك نستثمر في ملكان ونعمل إنارة في البلد لانه رئيس الجمهورية عنده خطة انه بحلول سنة الفين وثلاثين لانه كله لازم يتم إنارته فبوجود المصافي دي وعاو شركنا اسمه يعني شركة الفلندية يعني احنا ممكن نعمل يعني هما يدون الجنريترات اللي بتعمل بالفيرنس ونحنا يعني نشغل ونعمل هو خطوض النقل وبالتالي الحاجة ممكن يتحمل ونستمر في انه نحايل الكادر الوطني ونشغل الشباب الخريجين الجدان فدي الخطوط المستقبلة اللي نعلم بيتشغال فيه كلما اخيرة اخيرة انا بتقدم لشباب جنوب السيدان ويقول لهم انه لا بد من التكاتف لانه جنوب السيدان دولة ازبعت مستغلة لانه ابوحادنا والاباء المؤسسين ننمي جنوب السودان ونوفر الخدمات لانسان جنوب السودان حتى يعرف انه صبره في الواحد وشرين سنة يعني ربنا كافى منه يلقو خدمات من طرق ومسيفيات ومدارس وموية نظيفة وكهربة ودمو سولية بتاعت كله زول احنا نخلق عدت هذا الشجر والحرب مع بعض في الفيسبوك نحنا نكون ننتجين ونمشي ليه قدام هذا وايس انا بشكر تلفزيون جنوب السودان وعبرك السازراني انا بحي ادارة تلفزيون الغومي واتيم الفريق العامل الليلة في الستوديو هنا من المصورين والمخرج وشخصك الكريم وشكرا شكرا 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 اذا عزيز المشاهد وصلنا لخطام الحلقة بذكركم انه برناميتنا نبني بلدنا وحدفنا دائما نصلت الضوء على الشخصيات اللي بين بيعي ساهمهم في إنجاز تنظيم الدولة اذا الى حنا شكرا للفريغ العامل كنت لما كنت في الده ولن يساعدك الى لعاية الله وحفظه مع السلامة